مرحبا بكم في حصتكم وسيلة وتدبيرة اليوم دائما نجيب لكم موضوع جديد دائما يخص شهر رمضان كمزاف سيدات اللي حاولوا يعني يسقصوني على الفريق ما هي النوعية اللي ممكن يعني نستعملوها في شريبة دينا ويعني باش يكون الفريق مليح وتخرجوا لهم شريبة مليحة اذا انا اجبت لكم النوعية تعفريق المليحة يعني اللي ممكن استعملوها وما يسقش وما يتعجنش كما نقوله اذا نحن نوريلكم هنا شو بياه هكدايا شوفوا هاد الفريق يعني هكدايا اللي يكون بهذا الطريقة يكون رقيق وخضر كما را كتفو فيه هنا هادا بزاف مليح ما يتعجن لكمش ويخطر مليح الشريبة كذلك هنا حاجة للسيدات اللي طرحوا للاسئلة وقالوا لي هل الفريق يعني ديفوه صح يسيبو فيه واحد الكوس صغير ولا هاداك الدود اللي نقولولو يخرج فيه يعني كي هيدروه في البلارة لانه كو تستحفظو به في طريقة خاطئة واش لازم نديرو باش الفريق يعني يستحفظو به حتى مدة سنة كاملة ويستحفظ على المداق ديالو والبنتاع والرائحة ديالو يقعد يعني كما نقولو عن طاك واش لازم نديروه وشوفو كما درتان هنا هنايا في البلارة تعاني ديرا ورقة تاع بابي كويسون لداخل فقط ديروا ورقة تاع بابي كويسون الطرف صغير حطوه في بلارة تعزجاج ماشي تاع بلاستيك وغطيوه وخليوه في بلاكه يعني ماقي سوالون كي تعاولي تخرجيه تخدمي به راح تسيبه يعني بزاف يعني ملاح ما عندو حتى حاجة كذلك بالنسبة للسيدات تقولك باللي كدفوكي نعبر يعني نشمخ بزاف ونبعد نشوف باللي انو لكونتي تتاعو يعني صح نعرفو انه هو زاكي يعني عبرت كثير من القدر تاع الشربة دياله ايضا قاتلي اسكو ووش ندير نارميه ويعني خلاص ولا غير صالح ولا اسكو كين طريقة نقدروا نستحفظو به انا نقولك نعم كين طريقة تقدري تحطيه يعني في المجمد كيمة شمخه في الماداك وشفتي انو لعبرتاعو يعني خرجي لك بزاف وغبوشك يحب تديري داخل القدر انا نقولك صفه خليه ينشف شوية فقط وبعدا ديري في كيس بلاستيكي والا علبة بلاستيكية ودخله المجمد ما حيصر له حتى حجمة تخوه فيش ايضا ومرة الجايكي تحبي طيبي بيه عاود خرجه غري تضيي يقنجله اخذ مي بيه عادي متعاوديش شمخي لانو راكي شمخيه مقبل ودري في شريبه دي ناكترن يعني مكلة تخوفي منو كاين كاين كدالي حاجة واحد خراب بالنسبة لفريك شوفوا معي هنا هنجب صفهية وعندي هنا تبسين حانا نصفه شوية حانا نوريلكم حاجة تشوفو كين صفهية وحي خرج منو هديك الافاغين تع عبرها الرقيقة هدية اللي تخرج هنا هكذا هادية هاش نبيرو بها هادية ملح لك انتشري س تغرب لها لأننا في تشريبان صحق وغير الحبات اللي يكونوا شوية مرفوضين يعني خشان شوية هم اللي باش ينطيبوا بهم الشربة لكن هاد الفاغين تحبط منه راديرها في بلارة رك رح تحتاجها في الطبخ كذلك رح تعقضي بها يعني الجوازات توعق مرقة حمرة ولا مرقة بيدة خاصة طاجين زيتون كذلك في سؤال آخر ترحوا السيدات اللي قالوا عن الفريق دي كاين اللي يسقنا يعني كين ديروه يلسقنا نقول لكم حاجة أنه الفريق دائما كيد ديروه في شربة تاعنا كيت ترميه نقصي ما تخليش شربة تقع تغلي ولا على نار يعني مرتفعة جدا لازم يعني تكون نار هادية وحركيه بملعقة خشابية هذا ما كان ما تحركيش بتاع الحديد لأنه راورايح يلسقو طيبه على نار هادية وبعدك يعقد يعني خليه يتجمر وطفي على شربة تاعك عادي لكن حركيه بملعقة خشابية وديريه أبتيفو ولن لسق لكم في حالة ما لسقوش الديري لما تنحي يعني شربة تحبي تبدليلها قدرة في القاعة القدرة كي يقعد دليل وما سخون شوية تعمل ونظف الأواني فقط وعود يحطيه على نار هادية وحركيه يعني يتنحها ونحكوه عادي بالحبل ونغسلوه إذن تدبيرتها اليوم كانت تالي فريق نتمنى أنه كانت نالت إعجابك واستفدتي معنا ونقول لك صحف تورك وفي حصة جديدة إن شاء الله سلام اشتركوا في القناة